اشتركوا في القناة مع ختام برنامج أحسن القصص في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنختم هذه السيارة العطرة وهذه القصص الكريمة عن أنبياء الله ورسله التي ابتدأناها منذ حلقات طويلة وكثيرة بدأناها بذكر قصة أبينا آدم عليه السلام ومرورا بجميع الأنبياء والمرسلين ووصلنا معكم إلى ختام هذه السيارة العطرة في قصة عيسى عليه السلام وقد توقفنا في الحلقة السابقة مكيدة اليهود بعيسى عليه السلام وإرادتهم قتله لأنه كان ينشر الخير ولم يكونوا يريدون ذلك لأنه كان يوحد الله سبحانه وتعالى وكان الكفر منتشرا بينهم لأنه كان ينشر الخير بين الناس وكان الشر والفاحشة والفساد منتشرا عند بني إسرائيل كما يقول الله سبحانه وتعالى وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ في أحداث هذه القصة أن عيسى عليه السلام عندما أيقا أنه مطلوب من الهود يريدون قتله ذهب عيسى إلى البيت أو إلى المكان الذي كان يجلس فيه مع الحواريين من تلاميذه وكان يخبرهم ويحدثهم بما ينزل الله عز وجل عليه من الإنجيل ومن كلامه سبحانه وتعالى اجتمع بهم يعني كأنه عقد اجتماعا مع الحواريين فكان عيسى عليه السلام يعلم بوحي الله سبحانه وتعالى أن اليهود يكيدون به حتى يقتله وكان هناك ملك على بيت المقدس كان يحرض اليهود على قتل عيسى لماذا؟ لأن بظهور عيسى عليه السلام وبنبوته سيزول ملك هذا الملك سيكون يعني هامشيا فأرادوا قتل عيسى عن طريق هذا الملك وعن طريق جنوده وحرسه فبعث هذا الملك حرسا وجنودا حتى يبحثوا عن عيسى ويقتله يأتون به حيا أو ميتا فذهب عيسى إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الحواريين وأخبرهم بالخبر فقال لهم عيسى عليه السلام إن الله قد أوحى إلي أن يلقى شبهي على أحدكم ويكون رفيقي في الجنة وهو الذي يقتل مكاني هذه طبعا الرواية الأولى التي تقول أن عيسى عليه السلام قتل بشبيهي لم يقتل عيسى بل رفعه الله لكن الذي قتل هو شبيه عيسى من الحواريين هذه الرواية الأولى وقال عيسى ذلك الكلام فلم يتكلم أحد من الحواريين إلا أصغرهم رفع يده قال أنا يا عيسى وكان أصغرهم فقال له عيسى اجلس قال من الذي يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة فقام نفس الغلام الصغير قال أنا يا عيسى فقال له عيسى أبى الله إلا أن تكون أنت فألقى الله سبحانه وتعالى الشبه على هذا الحواري الذي كان من طلابي وتلاميذ عيسى ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى من فتحة كانت في هذا المكان الصغير يقال أنها مثل فتحة الشق الذي يكون في السقف مثل النافذة فرفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء وتوفاه الله سبحانه وتعالى والوفاة هنا ليس المقصود بها الموت المقصود بها كالنوم كما يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار أو بالنهار يعني نحن نتوفى بالليل يعني ننام في الليل ثم الله عز وجل يعلم ما جرحنا في النهار فعيسى عليه السلام توفاه الله عز وجل كأنه نائم ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء العليا عنده سبحانه وتعالى الحمد لله وبعد أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين أخواتي المشاهدات ذكرنا قبل الفاصل الرواية الأولى التي تقول أن عيسى عليه السلام ألقي شبهه على أحد الحواريين وهذه الرواية المعروفة وهي الرواية بإذن الله التي تكون الصحيحة وأن الله قد رفع عيسى عنده إلى السماوات العلا متوفيا يعني نائما ليس ميتا الرواية الأخرى الثانية تقول أن الذي ألقي عليه الشبه كان أحد الحرس أو الجنود الذين سبقوا الحرس والجنود الجنود الذين كانوا من الملك بعثهم في أكثر من ناحية فذهب أحد الحرس ودخل إلى البيت الذي كان يختبئ فيه عيسى مع الحواريين فألقى الله الشبه على رئيس الجنود أو الحرس ثم دخل بعد ذلك الجيش على هذا البيت وأخذوه فقال لهم أنا صاحبكم قالوا نعم أنت صاحب الذي نريده يعني أنت عيسى الذي نريد قتله فصلبوه وقتلوه هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة تقول أن أحد الحواريين اسمه يهوذ الإسخريوطي كان هذا من اليهوذ الذين كانوا يعني يدسون السم بين الحواريين وكان هو جاسوس يعتبر جاسوس من الحواريين من الملك داخل في الحواريين يقال أن الشبه ألقي على يهوذ الإسخريوطي فدخلوا إلى البيت فوجدوا شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وقتلوه لكن الذي قتله شبه عيسى سواء كان من الحواريين أو رئيس الجيش أو يهوذ الإسخريوطي ولم يكن عيسى عليه السلام ذلك الله عز وجل يقول في كتابه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى رفى عيسى إلى السماء وطهره من دنس اليهود الذين أرادوا قتله فأخذوا الشبيهة وصلبوه على خشبة على هيئة الصليب المعروف اليوم وصلبوه هو الصلب معروف كان قديما وقتلوه وجعلوه في هذه الخشبة أياما ينزف حتى مات فاختلف الناس بعد هذه الحادثة إلى ثلاثة طوائف الطائفة الأولى وهم اليهود قالوا أن هذا ابن زنا قد مات والعياذ بالله والطائفة الثانية من النصارى قالوا كان فينا الله سبحانه وتعالى ثم ذهب والعياذ بالله والطائفة الثالثة قالت كان فينا ابن الله ومات لكي يخلصنا من الذنوب المعاصي لذلك هم يسمون عيسى يسوع ويسوع المقصود به المخلص يعني المخلص من آثام الناس وخطاياهم فقالوا أن قتل عيسى أو بقتل عيسى وصل به هو فيه تطهير وتخليص لذنوب الناس وهذا كله من البهتان والكذب والعياذ بالله لكن قالت الطائفة المسلمة سواء من النصارى الذين آمنوا بعيسى أو من المسلمين من بعدهم أن الذي صلب هو شبه عيسى وأن الله قد رفع عيسى إلى السماء وكانت هذه الطائفة تسمى النسطورية وكانت تؤمن بأن عيسى هو رسول كريم من الله وقد رفعه الله سبحانه وتعالى وسينزل في آخر الزمن وهو الإيمان الذي يؤمن به المسلمون اليوم في عيسى عليه السلام بعد ذلك حصل بعد رفع عيسى أن النصارى اختلفوا إلى اليوم في عيسى عليه السلام لكن الذين لم يختلفوا فيه وهم الطائفة المسلمة من النصارى قد كادوا بهم النصارى وقتلوهم كلهم وبقيت الطائفة المسلمة الذين آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت بشارته في الكتب السابقة ببعثته صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبذلك نكون قد ختمنا قصص الأنبياء عليهم السلام جميعا ونلتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في برامج أخرى إلى ذلكم الحين نتركه في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة